مصر بتبص عليه ازاي شايف ايه رايحين على فين احنا في مصر تصنيفات الدولية هتتحسن اللعبة هتتطور قواعد الناشئين هتزيد شايفها ازاي مش احسن حاجة مش احسن حاجة ليه بتتنسايد ليه ليه متشائم من المساعدة لا مش متشائم انا يعني دايما انا على ارض الواقع شوي المصاريف دعت اللعبة نفسها زادت يعني زمان المضرب بقى مكلف برقم كبير يعني الجلدة تلوقتي اقل حاجة 2000 جنيه وانت طالع 2000 جنيه 2000 انا كان على ايامي 50 ووضه عشان السادة المشاهدين يبقى عارفين بخمسين الجلدة دي اللي هو الاحمر والهسود في لعيب التنسطالة بيسموها الجلدة وبيسموا المضرب الخشب ده الخشبة فانا على ايامي سنة في التسعينات كانت الجلدة دي بخمسين جنيه دلوقتي كابتن سادة بيقولنا عدت الالفين جنيه لا اقل حاجة الفين جنيه الخشبة عندك من خمسة وانت طالع ياه وليهم استهلاك يعني مسلا كل مسلا شهر بالنسبة للصغير شهر بالنسبة للكبير ممكن اقل واسبوعين والله حاجة كده فالاستهلاك نفسه كتير بالاضافة ان انت بقى عمنا اللي هي البرائفت التدريب البرائفت طبعا ناس كتير لازم بالوقت عشان تقدر تواكب انت بتمرن يعني انا بمرن ابني برايفت فانت هتمرن ابنك برايفت فده حيمرن ابنه برايفت عشان كله يبقى زي بعض ففيه ضغط كبير على الاسر في الحتة دي الحتة المادية بقت يعني بالاضافة طبعا للظروف اللي احنا فيها الضغط على الاسر في كل حاجة صعب فجانب الرياضي كمان هتصرف عليه الموضوع بيبقى اكتر كتير فانت شايف ان ده في المستعبل حيبلوه تأثير سلبي على الاقبال على اللعبة بالضبط هو على يعني اللعبة بيت مكلفة شويتين يعني زمان تمام كانت اه مثلا الخمسين جنيه بتاعت الجلدة او الميت جنيه بتاعت الجلدتين الخشبة جاء كده بتقعد شويتين من الحلوين تمام فالاستهلاك كانت زمان الجلد مع السولولايز بتعيش مع كرة سولولايز بتعيش تمام مع البلاستيك دلوقتي ما بتعيش تمام فالجلدة بتبقى محتاجة ان انت تغيرها كتير التمرين برايفت تمام انت مش بتمرن مسلا ساعتين في اليوم لأ انت بتمرن في ناس بتمرن ساعتين الصبح وبعدين يريح او يروح يتمرن برايفت وبعدين يتمرن ساعتين بالليل في ناس بتمرن من 6-7 ساعات في اليوم فكل دي فلوس فكل دي فلوس